نرحب فيكم من جديد وصلنا للفقرة اللي عم تستنوها لأكلكم فقرة مع العلامة دمشق الدكتور هنيبال حرب رئيس اتحاد العالمي للبرمج الحرفية الروحية والكونية صباح الخير دكتور صباح الخير كيف حالك إن شاء الله تمام صباح الخير العميم صباح الأعداد والإكرام والجمال على الجميع إحنا اليوم رح نتابع الحديث عن علم من علوم النمرولوجيك نعم هو شوي يمكن صعب المصدر علم الأعداد علم الأعداد نعم ورح نحكي عن علم عدد خمسة تحديدا نعم علم العدد خمسة من هذا العلم نعم ليش اخترت العدد خمسة تحديدا يعني هل إله أهمية خاصة العدد خمسة نعم إله أهمية كبيرة جدا في العالم يعتبر هو يعني عماد هندسة الأعداد في الوجود لأنه التخميس في هذا العالم هو الثبات الشخصي ويعتبر الفردانية الخاصة لكل كائن يعني مثلا بالنسبة لأهميته لاحظوا الدول العظمية الإدارات الكونية الكبيرة في كوكبنا الأرضي تحرص على هذا النوع من الأسرار وخصوصا أسرار العدد خمسة إلى الآن لم يسمح أن تخرج إلى العالم الحديث أكثر من عدة أسرار عشرين خمسة عشرين سر في العدد خمسة بالذات يعني مثلا من طاقات العدد خمسة وأهميته في عنده طاقة حماية كونية كبرى البنتاجون الأمريكي بتلاقيه مخمص هنا بنوا مخمص ليعطي هذه الوزارة هذه القوة والدفاعية الكبيرة مثلا الختم الرسمي في إيطاليا عبارة عن نجمة خماسية اليوم أنتوا إذا كنت تمدحوني كتير تقولوا والله هذا هني بال نجم كبير ونجم كبير بتوصفوني على أني نجم نجم العلم نجم الفن نجم الغناء نجم الطرب نجم الرقص النجمة فلانة والنجمة من خمس النجمة مخمسة لحنا عنا علم مثلا تركيا مخمس علم المغرب مخمس الولايات المتحدة الأمريكية كل ولاية بيرزمز لها بهذا التخميس بنجمة خماسية لذلك مثلا حتى علم الولايات المتحدة كله نجوم بتلاقيه لأن النجمة طبعا نجوم خماسية بالتحديد لأن التخميس أساس وفردانية كل هذا العالم الهندسي احنا رح نعرف أكتر عن أسرار العدد خمسة لكن معنا اتصال من قطر خلود صباح الخير صباح الخير خلود يا هلا أهلا وسهلا تفضلي عندك استفسار من الدكتور شكرا شكرا لديه طلب خاص قبل ما أحكي مع الدكتور في ريت فقرة الدكتور هاني بار طولونا إيها أكثر من هيك لأنه الصلاحة فتنا فدنا يوم الثلاثة كأنه عيد طولونا نفط الدكتور أكثر من هيك لأنه الصلاحة علوم زيدة وعلوم كثير مفيدة جدا يعني ومشكر كثير احنا عشان نخليها مشوقة أكتر يا خلود انت عارف فقرات برنامجنا محددة يعني مدتها جدا محددة يمكن أعطينا أكتر وقت وعشرين دقيقة مع الدكتور هاني بال فإن شاء الله يعني ملاحظتك رح أكيد المسؤولين سمعوها فحن شو شو نقدر نعمل بسية عشان شوقكم أكتر للأسبوع اللي بعده واللي بعده وهو عندنا بتعرفي دكتور هاني بال ما شاء الله هو علامة وكمان عنده علم واسع في هذا الموضوع وإحنا قدر الإمكان نقدر يعني نوسع هاي الفقرة قد ما منقدر ولا يهمك يا خلود عندك أي سؤال أحكي مع الدكتور مرحبا دكتور هاني بال أهلا وسهلا أهلا بسموك تفضلي أول شيء نشكرك كتير على العلب العلوم اللي عندنا وإحنا قمعانين في كرة ما الأكثر من هاته دكتور بالغ الله في إكرامي بالنسبة للعدد خمس بالنسبة للعدد خمس اللي حكيت عنه يعني هو مفضوع هلا مثلا هذا العدد يعني ممكن يتفع مع أعداد ثانية أو مثلا يكون في انتزام أو اتفاق وعدد مثلا ما هو عدد لا وفي حاجة إذا ما بسمي الاتفاق هذا العدد خمس أعداد أكثر كنت مثلا إذا الإنسان يزيق من عدد أهر وحتى يتفع مع الشخص إذا ما كان فيه اتفاق أو انتجام نعم نعم بلغ الله في إكرامك سموك وشكرا لاتصالك سيدتي رح جاوبك وبرك بشكل مختصر مفيد ما فيه رقم ما له علاقة مع باقيات الأرقام ما فيه عدد إلا وله هندسة خاصة يتدخل في الوجود طبعا المعادلات الهندسية في عالم الأعداد مترابطة مع بعضا ترابط شديد العدد خمسة يتدخل في كل مناحي الحياة حتى أنه يتدخل في التفاعلات النفسية إلى معادلات خاصة ارتباطه بأعداد أخرى له يعني كشف خاص عن فضاءات كونية في الأفلاق في الفضاء الخارجي له تدخل في عالم الروح يعني إذا نجي منشوف العدد خمسة مع باقيات الأرقام من الناحية الروحية نجد فيه خواص هائلة جدا جدا ولكن بطل ما قلت في بداية الحلقة ما زال هذا النوع من العلوم مكتم عليه ومثأثر به من قبل الإدارات العليا لهذا الكوكب دكتور شو يعني إذا كان شخص بيحب الرقم خمسة أو العدد خمسة أو العكس إذا كان شخص بيكره العدد خمسة هدول سؤالين هدول سؤالين إذا بيحب العدد خمسة طبعا هذا إنسان يعني يميل إلى الفردانية الشخصية بيكون عنده حب للتميز الزاتي للسلطان الزاتي بيحب يكون يعني سلطان زمانه عنا بالإسلام بيقوله خليفة الله على الأرض لازم هيك يكون عنده هذه الفردانية هذا إذا بيحب الرقم خمسة بشكل كبير في ناس تتفاوت مراتب الحب عندهم كل واحد على حسب حبه بيحسن يقيم علاقته مع هذه الفردانية اللي بيحبوا العدد خمسة بشكل كبير بيكونوا ناس عندهم لم الشمل بيحبوا الأسرة بشكل جيد بيحبوا يكونوا هنم محور حياتهم ومحور أسرتهم طبعا بشكل مقابل بشكل مقابل بالسؤال الثاني يلي هو إنه إذا ما بيحب العدد خمسة يعني مو شرط إنه يحبوا بالغصب أما إذا بيكرهوا فهم في عندنا مشكلة مع أنائية الشخص لا أقول أنانية أنائية يعني مع فردانيته الذاتية مع حبه لذاته مع كينونته بيكون في عنده مشكلة لهذه المسألة أما إذا ما بيكرهوا بس إنه ما بيحبوا بس بيحب رقم آخر أو عدد آخر فهذا أمر طبيعي يعني ما في شيء يدعو إلى القلق اتجاهه أما إذا فيكره للعدد خمسة بالذات فهو في هندسته البيولوجية هندسته السيكولوجية هندسته الروحية بتكون عنده مشكلة في عالم الفردانية والأنائية الذاتية في جانا استفسار من الشيخ عبدالهادي ذنون عبر الفيسبوك عم بسأل الدكتور بقول لك العدد خمسة وارتباطه بأعضاء الجسم الإنسان وعلى الخصوص أن العدد أصابع اليدين والأقدام كلهم منها على انفراد خمسة نعم مثل ما سبقنا العدد خمسة له أهمية كبيرة يدخل في كل مجالات الحياة بما فيها مجالات اللاهوت الروحي في جسم الإنسان يعني التخميس في مقاصد الشريعة مثلا في الإسلام مبنية على التخميس خمس أشياء أصابع اليد خمسة لأنه اليد هي عبارة عن فلك القدرة ومنطقة القدرة في الإنسان فلو مثلا إصبع من الأصابع مبتورة أو مقطوعة بتلاقي تناوله للأشياء وقدرته في التعامل مع الأشياء فيها خلال ليس مثل لما يكونوا خمس أصابع مش كامل لذلك الله سبحانه وتعالى في هندسة هذا الوجود روح الله لما أوجدت هذا الإنسان على هذه الصورة الروحية أقرت أنه لازم يكون التخميس في يده لتناول العالم كلياته بهذه الفردانية طبعا عند المسلمين مثل ما يشوف عنا في خمس صلوات لأنه كمان يعني عملية التطهير الفردي الذاتي مبنية على هذا التخميس وأحلى شيء في الإنسان أنه كل شيء هو عبارة عن تخميس ولكن معدل يعني القلب هو عبارة عن خمسة في الشكل ومعدلة شوي الوجه عبارة عن خمسة ومعدلة شوي مرة بيسمن من هون مرة بيرفع من هون بصير عنده وجنات الكتف تدوير الكتف تلاقيه شكل خمسة بس الخصية العامة خمسة حتى بالاستراتيجيات الإدارية بالتنظيمات الاستراتيجية الضخمة في الإدارات الروحية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية في شيء اسم الخطة الخمسية يعني ليس عبثا اختيارا شوي لهذا المصطلح مو هذا المصطلح هذا العلم القدروي الهندسي الوجودي الفعال علم هائل طيب فيه كمان استفسار من الأستاذة هنا أشحادة بتقولك لكل آية بالقرآن لها عدد خاص زي ما ذكرت قبل شوي وريد أن أسأل أنه معظم السور تحوي آياتها عدد خمسة وأسور لو جمعنا رقمها أعطيت رقم خمسة مثل سورة المؤمنين وهل العدد خمسة المشترك له روحانية مشتركة أو معنى مشترك أم لكل خمسة هنا لها روحانية خاصة بها هدولة تقريبا عشر أسئلة ولا خمسة عشر سؤال بجاوي بقدر الإمكان بشكل خط عام بيحلل لك كل هذه الأسئلة الخمسة في القرآن الكريم والخمسة في الإنجيل تبوها هو عبارة عن عدد الحفظ الكوني عدد الحفظ الكوني يعني سيدنا عيسى عليه السلام ما خط إنجيله وإنما ترك الحواريين يخطوه لأنه واثق تماما أنه رسالته كونية وستصل بالحفظ الإلهي في القرآن بيقول إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون كيف حفظ هذا القرآن؟ طبعا بقدرة الله طيب كونيا هذه القدرة لها حسابات هندسية هذا العدد الخمسة هو عبارة عن سر هذه الحسابات الهندسية لذلك بتلاقوا هذا الخمسة الذي في عالم الشكل هو الهاء موجود في لفظ الجلالة الله هذا التخميس في لفظة روح الله موجود في هذه الخمسة موجودة في الواو يلي هي باطن كلمة روح را واو حق بتلاقوا الواو عبارة عن خمسة والشكل الدائري اللي هو الهاء لأن هذا الهاء في حفظ الأكوان حتى لحنا في معادلات الحروف وفي معادلات الأسباع الحسنة نستخدم كتير العدد الخمسة والهاء كونهن نفس الشكل في تطوير طاقة الحفظ الإنساني موت الزاكرة الزاكرة إلى غير معادلات إن شاء الله بقادمات الأيام نحكي عن الحروف وهذه المعادلات أقصد الحفظ الذاتي يعني أنه إنسان يكون محفوظ مثلا بتلاقوا بالتراث الشعبي بكل دول العالم وباخد منها مصر بتلاقوا إذا واحدة حست بخوف بـ 80 مليون بلا خمسة وخميسة حجرة للحركة يعني هيك باللهذا فورا بتفرش أصابع القدرة وتتوجه يعني تحمي مش هيك؟ خمسة وخميسة الأبدع من هيك مثلا بتلاقيها المرأة ببساطتها الشعبية وهذا من موروث الثقافة عند أولياء مصر والشام إنه بترفع إيدها بتضب الخمسة هيك إيديها الأصابيع الخمسة بتنضب هيك في نقطة واحدة وبتندار فوق رأسها وبتدورها خمس مرات والأجمل من هيك بتزيد فوق الخمسة تبع الإيد والخمسة تبع الأصابع وخمسة التدويرة فوق الرأس بتزيد الخمسة تبع الشفايف وبتعملها هيك يفعها طاقيات فأنا هلأ هيك حفظت حالي من العين طبعا هي هي الآلية تفعل طاقة ما درسناها لحنا في مختبراتنا في هيئة الـ FG لقينا أنه فيها طاقة ما تتحرر لما تابعنا هذه الطاقة الحفظية شلو متتحرر وشو أفعلها وجدناها خارجة من هذا الشكل الخماسي أو من هذا التخميس من الها من العدد خمسة حالو دكتور كمان في عم نحكي لسه عن موضوع الإسلام والإسلام قديش يعني فيه رقمها خمسة أو العدد خمسة هو سر التخميس فيه واحدة باسم رؤية سعيدة عم تسأل بتقول أنه عدد الصلوات خمسة أركان الإسلام خمسة خمس صور افتتحت بالحمد مقاصد الشريعة الإسلامية أيضا خمسة ومفاتيح الغيب خمسة فبرضه بتستفسر عن الموضوع يعني قديش ارتباط العدد خمسة يعني أو التخميس بالإسلام شوفي أختي الكريمة أخت رؤية سعيدة من هذه القناة قناة رؤية المفعمة بالحيوية وبالأعداد وبالحروف وبالطاقة في جاوبك وبالك ما يلي المسألة كالتالي الأهمية الوجودية في هندسة الوجود للتخميس لهذا الخمسة لاحظي مثلا كل الكواكب في مجموعتنا الشمسية عبارة عن كروية والكرة عبارة عن مجسم الخمسة لذلك حتى الكرة الأرضية خمسة فلا تستغربي أنه تكون كل الدوافع الاجتماعية كل البناء للقيم الإنسانية في داخلنا مبني على الخمسة مثل مقاصد الشريعة مثل الآيات مثلا صور الحمد خمسة للسبب التالي عفوا مون كل صور الحمد الآيات أو الصور التي فتتحت بآيات تبدأ بالحمد لله هذول الخمسة ليش؟ لأنه الخمسة هي الكيان الفردي الأول فالفاتحة فاتحة الكتاب هي سورة الحمد اسمها لما بدأت تترجم في الكتاب لأنه الفاتحة هي أم الكتاب أم الكتاب فالكتاب هو ابن هذه الأم لما بدأت تترجم في القرآن هذه الفاتحة كون هي الفردانية العظمى كون هي القدرة المثلغ الحفظ الأشمل للإنسان فلابد أن تظهر بهذا التخميص لذلك ظهرت الحمدلية في بداية السور في خمس مواضيع في القرآن الكريم بكل بساطة الخمسة هو هندسة الحفظ الكوني في هذا الوجود هو عالم الفردانية العظمى دكتور نضال ترمانيتي وطبعا أنا كنت حابة أسأل هذا السؤال أنه بالفعل لازم نكشف عن هذا الموضوع سر من أسرار العدد خمسة علاقته بالأسماء الربانية يعني نقول مثلا الأسماء الربانية أكيد وجلالته أكيد بتحس أنه في لهم علاقة بهذا الشيء هذا نعم كيف العلاقة؟ هلأ أعظم كلمة في الوجود ليس لها إلا دلالة واحدة هي كلمة الله ألف لام لام مشددة هأ يعني في عندي اللام الأولى لام ملك لام ملك لام جبروت أبل ألف الذات وتنتهي بهذا التخميص بحرف الهأ يلي هو في عالم الشكل الخمسة هلأ إذا أمنى الأله بتصفى لله إذا أمنى لام الملك بتصفى له له ما في السماوات وما في الأرض إذا فكينا التجديد إذا أمنى اللامات كلها بتصفى الهاء يلي هي الهو الهوية الهاء المضمومة أو المكسورة الهو والهاء فهي تبقى على دلالة على هذا الإله الواحد الأحد الذي هو يحفظ الوجود ولا يؤد حفظهما وهو العلي العظيم يعني الحرف المشدد دكتور يعني يعتبر حرف كمان؟ لا الحرف المشدد مو حرف الحرف المشدد هو عبارة عن حرف ولكن اللي احنا مأكدين عليه بس ما بنحسك من ضمن الأعداد لا ليس من الأعداد يعني ما بنحسن نقول أنه الحرف المشدد أو مثلا ميم إذا شددناها صارت ميمتين لا هي ميم ولكن مؤكد عليها في علم الروح في علم الروحانيات القدروية لحروف القرآن ونورانيتا الحرف المشدد لما منشدد حرف هو عبارة عن اعتصار لهذا الحرف حتى يخرج مكنونه فلام الملك ولام الملكوت في لفظ الجلالة الله في عليها شدة في عليها ألف صغيرة مشان يوضحنا الله سبحانه وتعالى أن هذه العوالم هي على التطابق وهي على الانفراد إنما بحاكمية هذا الإله الواحد الذي يحفظ الوجود في آية الكرسي مثلا ببلش الله وبيبلش يشرح لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخره بيجي لا شرح الهاء بيقول ولا يؤوده حفظهما وهو العليه العظيم فالحفظ هو عبارة عن طاقة منبعثة وصادرة عن الهاء الإلهية في هذا الوجود الكوني في واحدة عم تسأل دكتور اسمها تونة عم بتقولك يعني ابنها عمره هو عمره خمسة سنين نعم أو من وليد خمسة خمسة وبالحابة تعرف تأثير رقم خمسة عليه أو العدد خمسة عليه حلو هذا السؤال جميل في علم من العلوم يهتم بعلم أعداد المواليد ولكن هذا العلم يدخل في علم الأبراج والتحركات الفلكية وخصوصية روح الأشهر في السنة الشمسية هذا علم مستقل يعني هذا بيدرسوه خبراء مستقلين نحن الآن ما يعني بهذه الحلقة بهالاستضافة ما عم نحكي عن هذا العلم بس رح جاوبك لأنه أنت يعني قصطينا في قناة رؤية وبقول لك برؤية دقيقة مو عبث أن يختار الله له خمسة خمسة لحتى يكون من هذه المواليد مو عبث أنه يكون في إله طاقة مع هذا التخميس كل شخص بيكون مثلا عدد حروف اسمه خمس حروف دائما بيحب العدد خمسة يتفاعل مع العدد خمسة دائما بيكون هو أقرب إلى العدد خمسة في علم الزمرة العددية يكون هذا الولد يعني ابنك هذا الولدان خمسة خمسة هو من الزمرة العددية الخامسة وأرجو من هاللي دارسين بعلم الزمرة العددية يميزوا بين علم الزمرة العددية وعلم الزمرة النفسية حديق بعلم النفس علم الزمرة الروحية في علم الروح نحن هون عم نحكي في عالم العدد فأبنك من عوالمه أنه صاحب الزمرة النفسية الخامسة وهو إنسان ودود في المستقبل يكون ناجح إن شاء الله في صناعة أسرة يجمعها على مائدة على كاسة شاي الصبح كوني مسؤولة فيها دكتور فقرتنا انتهت وأنا حابة يعني أنك توعد السادة المشاهدين اللي تواصلوا معنا عبر الفيسبوك أنه على الأقل تعطيهم إجابات سريعة لكن عن طريق الفيسبوك نوعية من التواصل مع المشاهدين نعم إن شاء الله الحلقة الجاية رح نحكي عن الرقم 2 العدد 2 عطينا سر من أسراره عشان يتشوقوا المشاهدين لمعرفة العدد 2 يعني عدد 2 بشكل عام ما رح يحكي عن أسراره الخاصة بس بشكل عام صر عام هذا أنه يحوي على خصوصيات وأسرار الإزدواج والإثنينية والتضعيف يعني الدبل نحكي عليها بالتفصيل إذا منحكي عليها بالتفصيل في يوم الثلاثة الجاي إن شاء الله دكتور باستضافة جديدة شكرا كثير لإلك وشرفتنا وأهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك نتابع معكم فقرات دنيا دنيا بعض الفاصل لا تروحوا لبعيد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة